أشهد أمين المجلس المحلي بمحافظة شبو عبدربو هشلة بالنتائج اليومية التي تحققها فرق التفتيش على أسواق بيع المواد الغذائية بالمحافظة والتي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة عملا بتوجيهات لجنة الطوارئ بالمحافظة أكد خلال لقائه بمدير عام المكتب فهد الكويلي ومدير عام عتاق علي عامر وفرق التفتيش على ضرورة مواصلة الرقابة على مختلف الأسواق حتى تزول مخاوف الجايحة العالمية لوباء كورونا وتأمين المواطنين من جشع التجار وجه بعدم التهاون مع الحالات التي تم ضبطها وإحالتها بأسرع وقت للجهات المختصة لافتا بأن المغالاة والتلاعب بأقوات الناس أمر غير مبرر وغير مقبول وتستوجب إن زال أشد العقوبات على أصحابها مشيرا بأن ظروف الناس لا تحتمل للمزيد من المعاناة في هذه المرحلة الصعبة من جانبي استعرض الكويلي طبيعة المخالفات التموينية التي تم ضبطها والإجراءات القانونية المتخذة على المتورطين فيها